كما قال علي الراحي بالتونس نكتب اللعنة عنق الفائل المتشرط اسفلت هذا الشوارع اسفلت هذا الشوارع ومهما قطم لن ينفي عنها بعض النخيل وزيتني بعض الجبال بعض الرمال وانقبع الدم صبوا لي كاسا لن أخشى باسا لن أخشى ياسا صبوا لي كاسا لأحلو في كل ركن هناك حديقة وبعض الحقيقة وإن لم تلم في كل ركن هناك صديق هناك صديقة تحاكيك جهرا أو تبتسم في كل ركن هناك أمل ولو أن حلمك لم يكتب تجوب شوارع هذا البلد وتخشى زقاقة ويأخذك العون إذ لم يجد لديك بطاقة فمن يسأل عن غريب شرد غير رفاقة قلت الغريب لماذا الغريب؟ لأن الإشاءات قالت بأن اهتلأت بكذر السفر وأن اشتياقي وراء أنزلاقي في بعض الحفر وأن ضياعي بكل قلاعي قد ينصر فلتخل كل القلاع وليسلخ الأشق ثم يباع وليتساقط كل الرفاق يكون التلاقي متى الفعل يخبط أو ينتصر متى الفعل يخبط تشهد كل العواصم كل المدن كيف تحاولت يا حفة بالتائرات أو بالصفن ثم تشرت حتى تفرفت عمق المحن ولم تنزوا إن الزنازينا تشهد لك تشهد لي لنا كلنا كيف حورنا زائرنا سجنا هجرنا الديار إن الرصاصات تشهد لك تشهد لي لنا كلنا كيف انطلقنا ثبتنا ثمتنا بدون انتصار ولكن كل الوقار أن تلتحم أن تنتقن من الانهيار ولا تبكي يوما لأن الرفاق رموا بالسلاح فالتاريخ حرب لن ينتهي بشغل وبيت وبعض ارتهاح دموع الشعوب تحت الرماد الذي لا يظاهي هبوب الرياح وكل الأراجيف لم تصمد أمام أشعة نور السلاح ترجمة نانسي قنقر